موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة سواعد أمل من هذا الأسبوع منظمة إغاثية طبية غير ربحية تعمل في المجال الطبي لمساعدة السوريين أينما وجدوا في الداخل السوري ودول اللجوء الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز تقوم عبر مكاتبها المتواجدة في الأردن وتركيا ولبنان بتطبيق وإدارة برامج الإغاثة الطبية في سوريا وحتى الآن قامت سامز بمعالجة أكثر من 85 ألف مريض سوري في مختلف المناطق السورية الجمعية الطبية السورية الأمريكية ستكون محور الحلقة لهذا الأسبوع من سواعد أمل من هي كيف تأسست ما هي استراتيجيتها للعمل وماذا تقدم للسوريين كل هذا سنناقشهم ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور مازن كوارا مدير مكتب الجمعية في تركيا أهلا ومرحبا بك دكتور مازن أهلا وسهلا بداية دكتور مازن من هي الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز نشأتها وكيف تأسست الحقيقة الجمعية الطبية السورية الأمريكية هي من المنظمات المؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي ثمانية عشر عاما تاريخ تأسستها يعود إلى عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين أسسها مجموعة من الأطباء السوريين الأمريكيين العاملين في الولايات المتحدة لمدة طويلة كان هدفها علمي تعليمي مساعدة أطباء السوريين المتوجهين للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدورها هذا على مدى سنوات طويلة كان لها مؤتمرات خارج الولايات المتحدة الأمريكية كان مؤتمرها السنوي كل عام في السنوات ما قبل الثورة في سوريا في إحدى الجامعات تقوم برفع كفاءة الأطباء السوريين في وطننا الحبيب بهدف الوصول بالخدمة الطبية في سوريا إلى مستويات عالية اعتمادا عن الكفاءة والخبرات الأمريكية بعد الثورة في عام 2011 توجهت المنظمة لأداء واجبها الطبي في إغاثة السوريين الإغاثة الطبية بالذات للسوريين قامت بافتتاح مراكز في داخل سوريا وفي دول الجوار أول ما كاتبها كان مكتب تركية تأسس في الشهر الثامن عام 2012 ومن ثم تبيعه مكتب عمان ومكتب غازي عنتاب ومن ثم مكتب بيروت منذ حوالي العام ونصف نقوم بإغاثة المدنيين داخل سوريا تقديم الخدمات الطبية المتنوعة وفي دول الجوار أيضا نقوم بإغاثة اللاجئين معظم عملياتنا الكبيرة على مستوى اللاجئين هي من عبر مكتب الأردن في مخيم الزعتري واللاجئين السوريين في الأردن الحقيقة هنا من تركيا هناك طغيان لجانب دعم الطبي للداخل السوري ومقارنة بالدعم الطبي للاجئين بسبب اختلاف وضع اللاجئين السوريين في تركيا مقارنة بالأردن واللبنان عندنا برامج للاجئين أيضا في لبنان سنتحدث عنها دكتور مازين الخدمات هي خدمات صحية باعتبارها منظمة طبية منها مراكز الردود هناك مراكز الردود والعناية الصحية الأولية خدمات صحية للنساء وبرامج الدعم النفسي حدثنا عنها كل واحدة على حدة لو سمعت مراكز الردود بداية منذ بداية الثورة وتقدم مراحل الأزمة السورية كان هناك الحاجة الكبرى لمشافي الميدانية والمراكز معالجة الردود بسبب الإصابات الحربية الكبيرة التي تكون على صفوف المدنيين بالدرجة الأولى فكانت توجه العام الطاغي في بداية الأمر إلى إنشاء المشافي الميدانية الاستجابة لتلك الحالات إنشأت السامد مشافي ميدانية في كل المحافظات السورية التي خرجت عن سيطرة النظام من الشمال والجنوب وفي غرب سوريا أيضا في منطقة حمص الآن لدينا عدد كبير من المشافي الميدانية قد نقول أننا ندعم من هنا من الشمال حوالي عشرة مشافي ميدانية متخصصة بالردود ومن عبر مكتب الأردن مشافي الغوطة الشرقية ومشافي جنوب دمشق أيضا وعندنا مشافي في درعا والقنيطرة فكان التركيز الأساسي على موضوع الردود تطور الأمر فيما بعد مع الزيادة الحاجة عند السكان المدنيين في الداخل السوري بسبب انقطاع الخدمات الرعاية الصحية الأولية بانقطاع وصول أي دعم لمستوصفات القائمة التي كان يصلها دعم من وزارة الصحة السورية توجهنا بشكل أكبر إلى دعم الرعاية الصحية الأولية بافتتاح عشرات المستوصفات في المحافظات المحررة ومن ثم دعمها بالكوادر والأجهزة والأدوية بشكل موازي لضعف الخدمات الرعاية الصحية الأولية كان هناك ضعف أيضا في خدمات النسائية الصحة الإنجابية والتوليد توجهت المنظمة لإنشاء ما يفوق من الآن في شمال السوري عندنا سبعة مشافي لتقدم الخدمات النسائية فضلا عن المشافي مشافينا مشفين للرعاية النسائية في منطقة ريف دمشق ومشفى في درعة بما يخص الحقيقة الرعاية النفسية منذ البداية توجهت المنظمة إلى خدمات النفسية الاجتماعية للاجئين بشكل أساسي في منطقة مخيم الزعتري في الأردن ماذا فعلت من أجل الرعاية النفسية والمجتمعية؟ أنشأت مراكز للرعاية النفسية الاجتماعية قامت بالحملات النفسية كنا نستعين بكوادرنا الطبية المتخصصة لتأتي على شكل حملات من الولايات المتحدة إلى الأردن لتقديم خدمات الرعاية النفسية للاجئين للأطفال الأكثر تضرراً الحقيقة من الحرب ومن الظروف الحالية التي تمر بها سوريا هناك برنامج أيضاً لذلك في لبنان طيب دكتور مازن ما هي الاستراتيجية التي تعملون عليها في سامس؟ نحن نكون حيث تكون الحاجة هذه استراتيجية المنظرة فحيثما كانت الحاجة للرعاية الطبية الصحية أيضاً لخدمات نقص وسوء التغذية خدمات متنوعة أيضاً مرتبطة بالرعاية الصحية فسامس تكون موجودة دائماً هل لديكم موجود في المنطقة المحاصرة دكتور مازن؟ طبعاً الحقيقة النسبة لا يستهام بها من الخدمات الصحية بشكل كامل في منطقة وغوطة المشكلة المحاصرة تقوم ببرامج تدعمها المنظمة أيضاً نحن موجودون بشكل فعال جداً في ريف حمص الشمالي المحاصر نعمل بشكل واسع جداً في داخل مدينة حلب شبه المحاصرة نعمل على محاولة تجنيب المدينة هولات الحصار لا سمح الله بتخزين المواد الطبية الأدوية الوقود الطعام لخدمة مرضانا وكوادرنا الطبية دكتور مازن هناك عدد كبير من المرضى الذين تلقوا العلاج في براكز سامس في الداخل السوري حوالي 85 ألف سوري في مختلف المناطق طبعاً لو تضعنا في كوادر الجمعية في الداخل السوري في ظل وضع الطبي السيء الآن نعم الحقيقة تعقيباً على السؤال قد تكون المعلومة وصلت بشكل خاطئ نحن ندعم نحن تصل خدماتنا إلى 85 ألف سوري شهرياً المنظمة دعمت فقط من مكتب تركيا في عام 2015 725 ألف سوري عبر مكتب الأردن قد يكون بقدر حوالي 600 ألف ليس عندي الرقم الدقيق للأمانة لأنني مسؤول مكتب تركيا فالمنظمة تصل إلى عدد هائل من السوريين المنظمة تقوم بتيسير الدعم بإيصال الدعم عبر كوادرها الإدارية ولكن الأكبر يقع على عاتق الكوادر الطبية وغير الطبية الموجودة في مراكزنا في الداخل في جميع المناطق التي نعمل بها صمود الكوادر هذه هو الدافع الأساسي لصمود المنظمة وجميع المنظمات والداعمين والمتعاطفين مع القضية الإنسانية السورية الحقيقة نرفع القبعات جميعا لكوادرنا في داخل سوريا لصمودهم لعطائهم لتضحيتهم فهم تماما الجنود الموجودون دائما نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم إن شاء الله تعالى دكتور الانتشار الجغرافي في دول الوجوء في تركيا واللبنان والأردن أين تتركز المراكز تحديدا بلاية في تركيا ثم لبنان ثم الأردن؟ الحقيقة أقل المراكز الموجودة في تركيا أقل بكثير من المراكز الموجودة في الأردن أو عدد المستفيدين في تركيا أقل من الأردن في تركيا نقدم خدمات اللاجئين على مستوى الرعاية السنية فقط لدينا رؤية انطلاقا من استراتيجيتنا بأننا نكون حيث الحاجة برأينا ليس هناك تلك الحاجة الملحة الكبيرة للخدمات الصحية المختلفة بالنسبة للاجئين في تركيا ولكن كان هناك ثغرة في موضوع الخدمات السنية فتقدمت سامز لتغطي هذه الحاجة في تركيا وهذا منذ السنوات الأولى أما خدمات مقدمة للاجئين عبر مكتب الأردن خاصة في مخيم الزعتري وفي مناطق توزع اللاجئين في الأردن فهناك خدمات كبرى رعاية صحية أولية رعاية نفسية سنية وأيضا كان للمنظمة نشاطات في دعم الجراحات الرضية للجرحى القادمين من داخل سوريا عندنا برنامج مشابه في لبنان ولكن أصغر حجما بالنسبة للاجئين على مستوى الرعاية الصحية الأولية والرعاية النفسية اسمحي دكتور ما زلنا ناخد فاصل ونعود إلى نكمل الحوال فاصل قصير عزيزي المشاهدين أهلا بكم الجديد عزيزي المشاهدين لنكمل الحوار مع الدكتور مازين كوارا مدير مكتب الجمعية الطبية السورية الأمريكية في تركيا أهلا بك مجددا دكتور مازين حدثنا قليلا عن موضوع تدريب وتأهيل الكوادر الطبية كيف تعملون عليه وكيف تتداركون نقص الأطباء الحقيقة لأبدأ بموضوع التدريب والتأهيل بدأت المنظمة بكورسات التدريب الطبي منذ بداية عملها في تركيا والأردن لدينا كورس منتظم لتدريب الأطباء والممرضين وفني العناية المشددة استمر على مدى الأربع سنوات الماضية إلى الآن وصلنا إلى الدورة التدريبية رقم 20 التي ستكون في نيسان القادم إن شاء الله هذه الدورات تدرب على مدى أربعة أيام لا يقل عن 45 إلى 50 متدرب طبيب وفني وممرض هذه الدورات كانت علامة مميزة للمنظمة منذ البداية أيضا من ضمن اهتماماتنا في مجال التدريب لدينا تجربة الأولى كانت للمنظمة بإنشاء مدرسة للتمريض في مدينة حلب معهد عمر بن عبد العزيز هذه المدرسة خرجت الدفع الأولى من الممرضين والممرضات الذين الآن يقومون بعملهم في المشافي في مدينة حلب وفي الريف الحلبي عندنا أيضا مدرسة للقبالة في منطقة المعرة ندرب الممرضات ليقوموا بخدمات القبالة في قابلات الأيام هذه المدارس تعتمد على مناهج مدروسة قد تكون مشابهة أو قريبة من المناهج تماما التي كانت متبعة في مدارس القبالة والتمريض فيما قبل الثورة نقطة أخيرة في موضوع التدريب عندنا حملات تأتي بشكل شبه منتظم إلى الأردن وتركيا من الأطباء السوريين من كوادر السامز أطباء وممرضي السامز من الولايات المتحدة والمتعاطفين مع السامز من أطباء الأمريكيين وغير الأمريكيين الذين يعلمون بحملات التطوع التي تقوم بها السامز تقريبا بشكل سنوي أو نصف سنوي الحملات فنأتي إلى دول الجوار الأردن وتركيا نعمل في المراكز التي تعنى باللاجئين السوريين على مستوى الجراحة على مستوى الرعاية الصحية وعلى مستوى الدعم النفسي فتقوم هذه الحملات بتدريب الكوادر التي تعمل بشكل فعلي في مناطق اللجوء وفي بعض الأحيان أيضا ندرب كوادر في داخل سوريا في المشافي الميدانية كان لنا تجارب في مشافي مدينة حلب وفي مشفى باب الهواء من هنا من الشمال السوري دكتور في ظل الاحتياج الكبير لكل شيء الآن خاصة بالوضع الطبي كيف تحصلون على الدعم؟ المنظمة عدد المنتسبين لها من الأطباء السوريين الأمريكيين يتجاوز الستمائة الطبيب الذين يدفعون الاشتراكات والذين يحضرون حملات جمع التبرعات هناك عدد كبير من الأطباء السوريين العرب المسلمين المتعاطفين مع القضية يتبرعون للمنظمة مصدرنا الهام لا أقول الأكبر مصدرنا الهام جدا للتبرع يكون من هذه التبرعات المخلصة التي هدفها الأساسي دعم المنظمة لتقوم بعملها على أكمل وجه المنظمة تتلقى أيضا المنح من المؤسسات الدولية كبرى مؤسسات تتبع لبعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي نعمل ومرخصين فيها كالمملكة المتحدة بعض أيضا المنح وصلتنا من الاتحاد الأوروبي ونتلقى المنح أيضا من الأمم المتحدة من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة التي بدأت بالعمل في دخول أكثر في الموضوع السوري بعد قرار مجلس الأمن بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى حديث عن نواة المتحدة دكتور مازن في ظل استهداف النظام والروسيا لمشافي تحديدا والمراكز الصحية وآخرها كان مشفاء طبابة لحدود في المعرض كيف تعملون في سامز على توثيق هذه الجرائم وإصالها لأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية؟ جانب كبير من عمل المنظمة هو عمل المناصرة نعني بكلمة المناصرة الدفع باتجاه إقناع صانعي القرار بعدالة قضيتنا الإنسانية بإضاحة الكارثة الإنسانية الكائنة في سوريا نحن لدينا برنامج لتوثيق الانتهاكات ضد المراكز الطبية والكوادر الطبية عملنا فيه إلى حوالي سنتين نوثق جميع حالات الاستهداف للمراكز التابعة أو المدعوة من قبل سامز أو المراكز الأخرى نتعاون مع مؤسسات دولية كبرى مثل أطباء من أجل حقوق الإنسان Human Rights Watch Amnesty International منظمة العفو الدولية لإيصال المعاناة والمأساة التي يعانيها الشعب وتعانيها المشافي والكوادر الطبية والإنسانية بشكل عام الحقيقة استطعنا الوصول إلى مجلس الأمن وأدلينا بشهادات هامة استطعنا إيصال صوت الأطباء السوريين بإيصال بعض الأطباء السوريين الشهود على المجازر الكيميائية في ريف دمشق والمجازر الكيميائية في إدلب مؤخرا مجازر لكلور إلى مجلس الأمن ليدلوا بشهادتهم وليظهروا للعالم المعاناة والكارثة الطبية والإنسانية السورية من فم الشهود الحقيقيين الذين شهدوا على هذه الكارثة ألا وهم الأطباء بأنفسهم وصلنا إلى الكونغرس الأمريكي إلى صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وسنستمر أيضا في عمل هذا الدور وأحرجنا ندعي أننا بجهود منظمتنا والمنظمات الأخرى منظمات الشقيقة السورية الأخرى أيضا أحرجنا المنتهكين لحقوق الإنسان وحقوق الأطباء وحقوق الكوادر أمام المجتمع الدولي والمجتمع الإنسان الدولي كيف العلاقة مع المنظمات؟ هل هناك شراكة؟ حدثنا قليلا عن العلاقة مع المنظمات الأخرى الحقيقة علاقة السامز مع المنظمات الشقيقة السورية الأخرى علاقة ممتازة تجمعنا بينهم أفضل العلاقات يجمعنا بهم مجموعة من التحالفات ذات الإختصاصات المختلفة فنحن عضو في تحالف منظمات سورية غير الحكومية نحن أعضاء في شبكة إغاثة سورية أيضا موجودون في ما يسمى منظمات ميثاق الشرف الطبي فنحن ومجموعة من منظمات الطبية السورية تعاهدنا على ميثاق شرف لكي نتعاون ونلتزم مصلحة المستفيدين ومصلحة المرضى وأن يكون ذلك فوق كل اعتبار نتعاون ونتكامل في تقديم الخدمات الطبية نحارب التنافسية والإقصاء وكل ما من شأنه أن يضعف الأثر الذي نريده للمساعدة في تخفيف المعاناة فالحقيقة من هنا والإخوة في المنظمات الطبية وغير الطبية السورية يعلمون حرصنا جميعا على استمرار هذا التنسيق والتعاون وأدعوهم جميعا إلى الاستمرار بهذا التنسيق لأننا بصوتنا الواحد استطعنا أن نحقق الكثير سابقا وسنستطيع أن نحقق الكثير إن شاء الله لاحقا دكتور مازل في اختام الحلقة بدي منك كلمة للأطباء السوريين والعملين في مجال الطبي الحقيقة أولا أطباء السوريين في الداخل السوري أنتم توجوا رؤوسنا بكم يستمر صمود هذا المجتمع صمود هؤلاء الناس ما دمتم مستمرين بمكانكم على الخط الأول فلا خوف على هذا الشعب وسيستمر بصموده إن شاء الله أما فيما يخص الأطباء في خارج سوريا فلا بد برأيي لابد لنا من مساهمة لابد لنا من خدمة هناك إخوة أشقاء لنا في دول اللجوء يجب أن نقدم ما نستطيع لدعمهم هناك مرضى بحاجة لنا في سوريا يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتخفيف من معاناتهم للأطباء في دول الإغتراب وفي الولايات المتحدة ولي أيضا أعضاء المنظمة أقول لهم أنا أرى ما تفعلون جزاكم الله خيرا نحن نقدر ما تقومون به ونريد ونطلب منكم المزيد لأن إخوتكم يحتاجون للمزيد شكرا جزيلا لكن اتمنى لكم التوفيق الدائم في العمل دكتور مازل القطاع الطبي يجب أن لا يتوقف بدلا هذا صحيح استمرار صمود الشعب في ظل هذه المعاناة وظل هذه الكارثة الإنسانية رهن بصمود الكوادر الطبية والإنسانية والمنظمات الطبية والإنسانية شكرا جزيلا لك دكتور مازل إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي الحلقة لهذا الأسبوع على أمل أن تلتقي سواعدنا يوما ما لنكون معا سواعد أمل هذه تحية مني أنا أحمد ومن فريق العمل دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة